الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن أن الضربات الأمريكية البريطانية التي تستهدف الحوتيين في اليمن ستستمر ما دام يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر يأتي ذلك فيما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات جوية ضد الحوتيين في اليمن هي الرابعة من نوعها في هذه الأجواء أكد الحوتيون أن الهجمات الأمريكية والبريطانية لن تؤثر على موقفهم باستهداف السفن بالبحر الأحمر استمرار الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن واستمرار الحوتيين في تهديد الملاحة في البحر الأحمر موضوع أن نناقشه مع ضيوفنا من الرياضة الكاتب والبحث السياسي اليمني مانع المطري ومن طهران الكاتب والبحث السياسي مصدق بور ومن واشنطن زميل المساعد في معهد هاتسون جاريت اكسنر مرحبا بكم جميعا أستاذ مانع المطري أبدأ معك الحوثيون يبدو أنهم مستمرون في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية كما يقولون قبل قليل كان هناك أو هذه الليلة كان هناك إعلان عن أربع مسيرات اقتربت من سفينة أمريكية تحمل علم مارشال فهل حقا كما يقول الحوثيون الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن لم تؤثر على قدراتهم على تهديد الملاحة حتى الآن نعم تحية لك وللضيوفك الكرام والمشاهدي قناة سكاي نيوز أكيد أن الضربات التي شنت إلى حد الآن لم تصل إلى درجة أنها تستطيع أن تقود قدرات الميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية تعمل في مساحة واسعة من الأرض ولا يوجد لها حتى مراكز ثابتة كثير من المراكز التي يتم قصفها الآن قصفت من قبل من قبل التحالف العربي وأسلحة الحوثيين يستطيع أن ينقلها من المكان إلى آخر بسهولة إضافة إلى أن لديهم ترسانة عسكرية كبيرة هي فقط هذه الصواريخ والأسلحة ليست فقط التي جاءت من إيران وإنما هم استولوا على سلاح دولة وبالتالي لديهم قدرات كبيرة وقلال فترة الحرب عملت الميليشيات وعملت الحرس الثوري أيضا على تطوير قدرات الحوثيين حتى في مجال التصنيع وتركيب الصواريخ وطائرات المسيرة تجميعها وإعادة تركيبها حتى تستطيع أن توفر كميات هائلة منها وبالتالي بأن هذه الضربات المحدودة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي لا زالت في خانة الرسائل وليست في لا يمكن رفعها إلى مستوى أنها ضربات تدميرية تستطيع أن تقضي على قدرات ميليشيات الحوثي بقدر ما هي أن توجه لهم رسائل بأن يرتجعوا ويتوقفوا عن التصنيع المحر الأحمر نعم سيد جارت أكسنر في واشنطن ما مدى نجاعة الاستراتيجية الأمريكية برأيك أو مدى نجاعة هذه الضربات الأمريكية الرئيس بايدن قال الليلة أن هذه الضربات ستستمر إذا استمر الحوثيون في تهديد الملاحة وواضح أنهم مستمرون حسب التصريحات وحسب الأفعال أيضا فما مدى نجاعة الضربات الأمريكية والبريطانية في تأمين الملاحة ووقف الحوثيين للأسف طبعا ليس هناك استراتيجية فعالة لردع الحوثيين فكما قال زميلي فقدراتهم طبعا لديهم قدرات لمهاجمة السفن والحوثيون قالوا بأنه لم يتم ردعهم من تلك الهجمات إيران تستمر في أمر أو إصدار أوامر الحوثيين بمهاجمة السفن وليس هناك أي تكاليف قد دفعها الإيرانيون أو الحوثيون أعتقد أن أفضل استراتيجية لإدارة بايدن ستكون بفرض تكاليف ربما على الإيرانيين أولا وبالقضاء على قدراتهم حتى ربما سفنهم في المنطقة طبعا كانت هناك مثلا سفينة في البحر الأحمر تابعة لإيران وهي تساعد الحوثيين في استهداف السفن أعتقد أن أفضل استراتيجية لإدارة بايدن بأن تحتجز أو تغرق تلك السفينة سفينة الشحنة الإيرانية التي تستعمل لجمع الأخبار طبعا هي الآن في طريقها العودة إلى إيران ولكن لو أردت إدارة بايدن حقا ردع إيران فكان عليهم أن يقضوا على أعين وآذان إيران في المنطقة فهذه أفضل استراتيجية نعم سيد مصدق بور في طهران هناك من يرى أن قرار الحوثيين أو تأمين الملاحة لا يمر عبر الضربات الأمريكية بل يمر عبر إيران وفي نفس الوقت كان هناك تصريحات بأن إيران تقول بأن الحوثيون يتخذون قراراتهم بأنفسهم ولكن هل يعني وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر يمر من إيران أم من ماذا؟ نعم شكرا تحياتي لكم ولي ضيوف الكرام ولمتابعيكم أنا أعتقد هذا الكلام هانا للشعب اليمني العزيز الشعب اليمني هو رجل وبطل البحار طوال التاريخ ومتقدم حتى على إيران بالقدرة الإيمانية بكل صراحة أنا أقول اليوم استمعت إلى كلام السيد عبد الملك الحوثي يتحدث يعني استوقفني كثيرا موضوع يتحدث عن القدرة الإيمانية وبالتالي هم يدافعون ويحاربون إسرائيل بهذه القدرة الإيمانية ويعتبرون هذا واجب وواجب وبالتالي هذا ربما يفوق حتى يعني الدوافع الموجودة حتى في إيران ربما إيران لإعتبارات خاصة أو باعتبارها دولة أو تريد أن تبقى دولة حتى تستطيع أن تحتوي يعني سمح الله إذا نشبت حرب ولكن أستاذ مصدق حرب في المنطقة وهي ستضر بكل العالم حتى تستطيع أن تحتوي عذرا على المقاطعة سيد مصدق لا تتدخل من فضلك كما تفضلت يعني أن الحوثيون يقولون أنهم يقومون باستهداف السفن من أجل نصرة لغزة ومن أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولكن هناك من يقول أنه في النهاية هي لم تؤثر شيئا يعني لم تغير شيئا الحرب الإسرائيلية مستمرة على غزة والتدمير مستمر واستهداف المدنيين في قطاع غزة ما يزال مستمرا ما ردك؟ ردي لاحظ يعني هم يستخدمون صواريخ كروز قيمتها حوالي يعني أقل شيء 100 ألف دولار يعني ماذا يستفيد الحوثيين يعني صواريخهم 20 ألف دولار أو أقل أو أكثر بقليل هم يستنزفون اليوم صفنهم مضطرة لكي تذهب يعني تدور القارة الأفريقية وبالتالي هناك تبعات وتداعيات اقتصادية كبيرة هم يستنزفون يعني لكن سيد مصدق ليس فقط الإسرائيليون من يستنزفون إسرائيل الاقتصاد العالمي كله يستنزف يعني أصلا العالم كله يعني حتى الدول الفقيرة الدول الأفريقية تعاني الأمرين والدول المسلمة أيضا تعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار لا لا الدول المسلمة ولا الدول الأفريقية ربما تستفيد الدول الأفريقية يعني أصبحت حركة ملاحة تدور يعني من بعض هذه السواحلية أنا أعتقد يعني الذي يتضرر هو يدفع ثمن تعاطفه مع الموقف الأمريكي لكن يا سيد مصدق حتى لو استفادت الدول الأفريقية لأن السفن تمر عبر رأس الرجاء الصالح ولكن أسعار السلع تزيد يا أستاذ مصدق أعذرني على المقاطعة فقط حتى يعني أتمضح الموقف صحيح نحن جميعا ندفع نفس الأثمان صحيح ولكن هذه لا حبيبي صحيح الأسعار مهما ارتفعت هذه لا تساوي قيمة دماء 24 ألف طفل وإمرأة في غزة نحن نتحدث عن الأسعار وعن الأموال وننسى هذه الأنفس التي تزهق هذه نصرة للشعب اليمني القطوة اليمنية هي لنصرة الشعب اليمني والذي لا يصدق هذه الرواية اليمنية ويصدق الرواية الأمريكية يا رأي كانت تمكنت من وقف قتل الأطفال في غزة هو يجب أن يدفع ثمن هذا هو كان سؤال لو كانت هذه الهاجمات أوقفت قتل الأطفال في غزة كان لعل وعسى ولكن الحرب الإسرائيلية مستمرة قتل الأطفال ما يزال مستمرا والمتضرر هو الاقتصاد العالمي والدول في كل الناس أنا في اعتقادي أنا في اعتقادي شخصي بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية التي تلحق بالجانب الإسرائيلي أو بالجانب الغربي المتعاطف مع إسرائيل أنا شخصيا كنت أفضل الجانب اليمني يكتفي باستهداف إسرائيل بالصواريخ المجنحة دون الأتراض حالية للسفن ربما هذا كان أفضل لأن الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من هذا الضجيج ومن هذه القضية لرش الغبار وإنسيان طيب ممتاز قضية غزة هذه القضية استحوذت على انتباه كل وسائل الإعلام وبالتالي ربما نحن خسرنا من هذه الناحية كل العالم قامت ضد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أمريكا تثير الغبار حتى لا ينكشف أمره أكثر وتنسى غزة والمجازر وحروب الإبادة فيها طيب أستاذ مانع المطري ما رأيك في هذا الشعار أن الحوثيون يضغطون على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة بأن توقف الحرب على غزة بسبب هذه الهجمات وهناك من يرى أصلا على أن وضع الحوثيين لم يكن بالوضع الجيد والمشاكل طبعا متوترة مع محيطها داخليا وخارجيا هناك من يرى أن الضربات الأمريكية والبريطانية ربما على العكس أعطت الحوثيين شعبية نعم الحقيقة أن الأمريكيات الحوثية لها أهداف من هذه الحرب غير فلسطين ليست فلسطين هي الهدف بالنسبة لها وليس صحيحا ما الهدف؟ كما قال ضيفك من إيران دعني فقط أوصل الفكرة كما أريدها أنا بالضبط أن اليمنيون هم سادة البحار اليمنيون فعلا هم سادة البحار لكن الحوثي لا يمثل اليمنيون ولا يجب التسويق لهذه الفكرة الهدف الرئيسي للحوثيين هو جرى اليمن إلى ساحة مواجهة لأغراض دعائية وإيران أيضا لها هدف من خلف الحوثيين أن تعلن تواجدها في البحر الأحمر بأنها قوة كبيرة قادرة على التأثير وقادرة على الإرباك لكن من يدفع الثمن هنا؟ هل تستفيد القضية الفلسطينية؟ من يريد أن يقف إلى جانب القضية الفلسطينية؟ عليه أن يقف إلى جانب جمهورية مصر العربية التي تتصدى لمشروع التهجير التهجير إذا تم انتهت القضية الفلسطينية وهذه الضغوط التي تمارس على مصر ومن ضمنها إشعال البحر الأحمر حتى تغلق قناة السويس أو تتضرر مصر اقتصاديا وهي تعاني من ظروف اقتصادية سيئة للغاية بالتأكيد أنها ضغوط في جانب أو في خانة المعسكر الإسرائيلي والغربي من خلفه وبالتالي هناك مغالطة يرفع شعار فلسطين بينما يقوض قدرات القوى والدول العربية التي تقف إلى جانب الفلسطينيين فمن يقف مع إسرائيل عمليا أعتقد أن العمليات العسكرية التي تتم في البحر الأحمر هي لمصلحة إسرائيل ولا تخدم الشعب الفلسطيني وهذه هي الحقيقة التي تحاول الدعاية الحوثية صرف الأنظار عنها سيد جاريت في واشنطن إذا كانت الضربات الأمريكية والبريطانية لم تؤثر بالفعل على القدرات الصاروخية والقدرات الهجومية للحوثيين وقدرة مهاجمتهم للسفن في البحر الأحمر وطبعا إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قبل إدارة الرئيس جو بايدن إذا استمرت ملاحظة أنه عدم تناقص القدرات الهجومية للحوثيين إلى أي مستوى يمكن أن تنتقل الضربات الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية ضد التهديد الحوثي في البحر الأحمر الضربات ينبغي أن تكون أكثر وتكون متكررة هناك طبعا كان أكبر ضربة قد حدثت كان هناك أربعة تحذيرات لليمنيين للابتعاد إذن كان هناك فقط حوالي خمسة ضحايا سقطوا وثلاثة وسبعون طبعا صاروخا أو مقذوفة أطلقت على اليمن وطبعا الضربات ينبغي أن تكون أكبر إذا أردنا أن نردع شيئا ولكن أود أن أشير كرد على مقيلة من أحد المتدخلين الحوثيون ليسوا أسياد البحر إنهم قراصنا وهم إرهابيون لم يهاجموا السفن الإسرائيلية والأمريكية بل هاجموا اليابانية واليونانية والأنتيكوية وطبعا قد كلفوا لاقتصاد العالم حوالي 100 مليار دولار وأيضا تكليف الشحن قد ارتفعت كثيرا فقط في الشهر الماضي من 1400 دولار ارتفعت إلى 2600 دولار اليوم هذه هي التكلفة التي حدثت والتي شعر بها العالم الدول العربية والإفريقية وطبعا الغرب والولايات المتحدة نحن كلنا نشعر بالألم الذي أحدثه الحوثيون فإنهم ليسوا أبطالا ينبغي معاملتهم كإرهابيين وإدارة بايدن والمملكة المتحدة عليهم أن يشن هجمات أكبر والحوثيون ينبغي أن يدفعوا تكلفة كبيرة إذن إذا دفعنا سعر باهظا عليهم أن يدفعوا سعر باهظا للقرصان سيد مصدق بخور في طهران كان ما قاله ضيفي من واشنطن بأن الولايات المتحدة في النهاية إذا أدركت أن ضرباتها غير مؤثرة على الحوثيين واستمرار التهديد وارتفاع التكلفة الاقتصادية للتهديد في البحر الأحمر فإنها ستنتقل إلى مستوى آخر كان معي أحد ضيوفي الساعة السابقة من غرفة الأخبار وتحدث على أن الولايات المتحدة يمكن أن تنتقل إلى تصفية أو اغتيال قيادات من الصف الأول من الحوثيين وهذا يمكن أن يؤثر بالفعل على الحوثيين وأن يبعد الحوثيين قليلا عن إيران لأنها ستدرك أن مصير الجماعة على المحك ما رأيك في هذا التحليل؟ نعم أولا مصدر قوة الحوثيين ليست قياداتهم مصدرهم إيمانهم ومصدرهم القرآن بكل صراحة لا يقاتلون وأي شخص بينهم حتى الطفل هو قائد بكل صراحة الشجعان الأمريكي يقولها لا قراصنة الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمارس القرصنة ومعروفة تنهى بالنفط اليوم من سوريا وتحتل الدول والأخ الذي حاولنا وشاركنا في هذا الحوار يصدر أوامر تضرب أمريكا فلتتفضل نحن ننتظر أمريكا فلتتفضل تضرب إيران أساسا تخشى من إيران ولا تستطيع أن تضرب إيران أما فيما ذهب إليه الأخ اليمني أنا أسف يعني ويمني ويعتبر هذه القضية ليست نصة لفلسطين ويعتبر هؤلاء الحوار هذا ليس حوثيين قضية هؤلاء ليس حوثيين الذي يحارب اليوم إسرائيل كل الشعب اليمني كل الشعب اليمني يحارب إسرائيل ولكنهم يحاولون يحجبون هذا الشيء قولوا الحوثي نعم الحوثي هي قبيلة موجودة عشيرة هي موجودة فعلا ولكن كل اليمنين يعني أربع ملايين خمس ملايين يمن يخرجون بتظاهرات ومسيرات دائما قضية فلسطينية هذا واضح يعني من هو اللي يعادي حكومات الفنادق اليمنية أولا موجودين في يمن لا أعرف يعني موجودين في عواصم من تشريف في بعض الفنادق يريدون أن يدير اليمن لا يستطيعون أن يحشدوا حتى عشرة أشخاص مئة شخص يحشدوا في الشارع يقومون بالتظاهرات ثم يقولون نحن نمثل اليمن الذي يمثل اليمن اليوم حركة انصار الله وقوة اليمنية الحليفة لها يعني ليست فقط الحركة كل الحركة على حال ما يحدث الولايات المتحدة الأمريكية تستغل هذا الموضوع لرش الغبار ولدعم إسرائيل والترضية إسرائيل لا أكثر يعني هذه هي المشكلة مشكلة الأمريكية لا تستطيع أن تتواجه مع إيران واللي يعرف هذا الأخ الأمريكي أن سلطة بلاد النفوذي الأمريكي منكمش في هذه المنطقة وسوف تطرد عن قريب يعني سير التدورات هي تسير في هذا الاتجاه وأنا أتوقع هذا الشيء عن قريب عن قريب العاجل مثل ما هزمت من أبغانستان وتترنع في العراق وتترنع في سوريا بالتأكيد سوف تجبر على الرحيل من هذه المنطقة حسنا نعم سيد مانع المطري لك مطلق الحرية في الرد على ما تفضل به سيد مصدق عندما تحدث عن من يمثل الشعب اليمني هل الحوثيون أم لا أريد أن نكرر ما الوصف الذي استخدمه وكذلك بأن الحوثيين يقومون بهذا نصرة لفلسطين مرة أخرى وبأنهم قادرون على الحشد حشد الجماهير الغفيرة لتهتف لهم خاصة بعض الضربات الأمريكية على اليمن نعم بالنسبة لما تفضل به ضيفك من طهران فوقاحت في وصفه للحكومة الوطنية بأنها حكومة فنادق مردودة عليه ولا أريد أن أخذ جدلا في هذا لكن عندما يقول أن هؤلاء يقاتلون من أجل فلسطين الشعب اليمني قاتل من أجل فلسطين من 48 و67 و56 و73 وفي كل الحروب ضد إسرائيل كدولة محتلة قاتل اليمنيون وسيظلون متمسكين بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقها المشروعة وإقامة دولة لا تستطيع أن تزايد علي لأن إيران هي من قامت بعقد صفقات للتسريح مع إسرائيل وصفقة إيران كونترا لا زالت شاهدا عليكم المبادئ المصالح حقوق المبادئ هذا هو شعار إيران ثم دعني أكمل سيد مصدق رجاء سيد مانع لم يقاطع أنا لدي أدب في الحوار ولا أقاطع فضل مستد مانع تفضل ليس من الأدب أن تقاطع أصلا وذم أنك لست مخورا لتقول من هو الذي يمثل اليمنيون اليمنيون هم من يحدد من يمثلهم أما هذه الجماعة التي أتتها فقط فقرة بسيطة كم عدد الجنود الإسرائيلين الذين قثرتهم إيران إيران لديها قدرات هائلة لديها صواريخ تستطيع أن تصل إلى تل أبيب لديها طائرة تستطيع أن تقصف إلى هناك لديها مضيق هرمز لماذا لا تغلقوا مضيق هرمز على السفن التي تبحر من هناك اغلقوها على السفن التي تتعاون مع إسرائيل على الدول التي تتعاون معها أيضا كما توعز للحوثيين لماذا تريد فقط أن تدفع أو تقاتل أمريكا حتى آخر مواطن يمني حتى وإن كان هذا المواطن مغرر به ويتم تضليل من قبل ذراعكم وربيبكم في اليمن الذي لم يأتي إلا بعد انتهاء الحلوب مع إسرائيل وقد دفع للمنيون عشرات ومئات الشهداء في القتال مع إسرائيل قبل أن يأتي عبد الملك الحوثي وتصطنعه كطفل أنابيب لكي يكون ذراعا لكم ويحول البحر الأحمر إلى محيرة إيرانية هذا لن يتم وستتكسر آمالكم واليمنيون سيستعيدون الأراضي التي تسيطر عليها من جهة الحوزي ولا حل للعالم كي تستقر هذه المنطقة سيد مانع أتمنى أنه أتحت لك الفرصة والحق والعدل هو مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية نعم طيب ولكن سيد مانع ألا تعتقد أن الحوثيين استفادوا من مسألة القضية الفلسطينية بشكل كبير الآن يعني في فترة كان هناك جمود أو تراجع للحوثيين الآن كما ذكر الضيف من طهران قادرون على تحشيد الألاف في الشوارع أخي العزيز كثير من الأنظمة تاجرت بالقضية الفلسطينية وليس الحوثيين أول من يتاجر بها النظام السهلي فيما مضى كم سمعنا من بيانات ونستعد للدول الحرب ولازالت الأراضي واحتلة في الجولان لم يطلق من بعد فك الاشتباك تلقى واحدة باتجاه إسرائيل ومع ذلك هو يرفع شعال القضية الفلسطينية إيران نفس الوضع يترفع شعال القضية الفلسطينية ولأن الوجدان العربي تشكل على عدالة القضية الفلسطينية كثير من الناس يتفاعلوا معهم ليس كل العرب تأذوا من الحوثيين كما تأذى اليمنيون منهم ولهذا تجد نبرة اليمنيين عالية ضد الحوثيين بينما العرب المتعاطفين مع فلسطين يروا أن في ما يقوم بالحوثيين خدمة للقضية الفلسطينية طيب سيد جاريت في واشنطن كيف تعلق على ما قاله ضيفي من طهران قبل قليل بأن الولايات المتحدة أثبتت في تجارب سابقة مثل ما حصل في أفغانستان كذلك مهما طالت الضربات أو مهما طالت المواجهة مع مجموعات مسلحة مثل الحوثيين الآن هو يقارن فإنها ستلقى نفس مصير أفغانستان كيف ترى هذه المقارنة؟ أعتقد أن الولايات المتحدة لا تخشى خسارة حرب مع إيران أو الحوثيين أو أي أحد في المنطقة أنا حين أرى الشرق الأوسط سواء سوريا أو غزة أو مثلا في الضفة الغربية أو اليمن أو طهران فأرى حكومات فاسدة تسرق المال من شعوبها والإسرائيل والولايات المتحدة يقال إنه مشريرتان ولكن في نهاية المطاف كل ما يفعلونه هو استعمال هذا الكلام والقول إن الحكومة اليمنية مثلا تعيش في الفنادق الفخمة أنا رأيت الحوثيين وكيف يستغلون وأيضا الملالي في إيران وأيضا من قيادة حماس في غزة وفي قطر رأيتهم يعيشون حياة فخمة فهم الذين يستغلون الناس الغرب أعطى ملايين الدولارات ومليارات الدولارات كمساعدات لغزة وأين ذهبت تلك الأموال؟ أين تلك المدارس؟ أين تلك أيضا مثلا شبكات الطاقة وغيرها؟ لقد أنفقت مئات الملايين أيضا في اليمن ولم يحدث شيء كنت في اليمن قبل أعوام وذلك البلد قد ساءت حالته أكثر منذ أن جاء الحوثيون وسيطروا عليه هناك مجاعة وهم فقراء وملايين الدولارات من الغرب من المملكة المتحدة فرنسا ألمانيا الولايات المتحدة كلهم تبرعوا أين ذهبت تلك الأموال؟ هؤلاء لا يخدمون الشعب اليمني ولا يخدمون أحماس لا تخدم الفلسطينيين والقيادة في طهران أيضا لا تهتم بالإيرانيين لا حكومة تهتم بشعوبها ولكنهم يستعملون إسرائيل والولايات المتحدة كشماعة ويقولون إنهما قوى الشر وأنا آمل بأن تلك الحكومات ستسقط يوما ما وأن الشعوب ستحصل على حكومات عادلة وتحترم حقوقهم واقتصاداتهم تنمو للأسف طبعا هذا لن يحدث مع القيادة في طهران التي تسحب كل أو تلعب بكل الأوتار في الشرق الأوسط نعم سيد مصدق بور طبعا في إدارة هذا الحوار أعطيك الحق كذلك في الرد على ما سمعته من ضيفي ولكن أريد أن أسألك كذلك عن نقطة مهمة على مسألة كما ذكرت قدرة الحوثيين على الحشد ونصرة القضية الفلسطينية كما يقول الحوثيون هناك من يرى أنه حتى العالم العربي والإسلام المتعاطف مع القضية الفلسطينية والمتعاطف مع الوضعية في قطاع غزة يدرك جيدا العلاقة بين الحوثيين وإيران وبالتالي فلذلك هو ينظر لها بعين التشكيك وليس بعين المناصرة الحقيقية لأنه يعرف أنه هي مسألة ولاء لإيران وليس نصرة للقضية الفلسطينية وإن كان هو يبارك أي تحرك لنصرة الفلسطينيين ما رأيك؟ صحيح يعني كلامك صحيح يعني هناك تشكيك بالموقف الإيراني وهذا هو السبب يعني هذا التشكيك هو ناتج عن دعايا الإسرائيلية ناتج عن الضوط الأمريكية وبالتالي هذا الشيء وارد فيما يتعلق بكلامي يعني موضوع ما قلته أنا لا أقصد الإسرائيل إلى حكومة عدن مطلقا أنا أقول أنا أتحدث عن الالتفاف الشعبي أتحدث عن القاعدة الشعبية يتحدث عن مساحة المناورة في داخل يمن ولكن حتى هذا سيد مصدق وضع في إطار المتاجرة بالقضية الفلسطينية نعم لا المتاجرة نعم أنا أنا أقول يعني أقول لأخي العزيز يعني يعني يعطيني اسم دولة عربية يعطيني اسم دولة عربية واحدة أنه ضرب الصاروخ إيلات الإسرائيلية وتتصدى وتعترض السفن الإسرائيلية تتمر من البحر الأحمر يعطيني اسم دولة أنا أقول الحق معك يجب أن لا نشكك يعني بما يقوم به هؤلاء ونتهم أنه دعم القضية الفلسطينية طيب للأسف انتهى وقتنا وهذا نقاش يعني استمر على مدار يعني تعلمت القضية الفلسطينية من الفلسطينيين أنفسهم صدقني انتهى وقتنا تماما إيران لماذا لا تضرب صواريخها تصل إلى تلقابل نعم وهذا هو سيبقى الاختلاف دائما بين جميع الأطراف شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام منع المطري صدق بور وقارت أكسنف